السلام عليكم معكم أم نور من قناتي ينسون وكراويا النهاردة هنعرف ازاي نسيح الزبدة بطريقة سهلة ومضمونة عمرها مطبوص منك ابدا وكمان كميتها متقلش خالص ويحنا بنعملها وكمان هنعرف ازاي نفرق بين الزبدة المخشوشة والزبدة الاصلية عشان ما يدحكش علينا تاني خالص ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو اول حاجة دي درجة النار اللي بنسيح فيها الزبدة بتكون وطي خالص بالشكل ده معانا 2 كيلو زبدة من الفريزر هنحطهم في حلة كبيرة وهنحطهم على النار وهنسيبهم خالص لحد ما يسيحوا براحتهم خالص ومنستعجلش على الزبدة خالص عشان ما تبصش مننا ولا تتحرق وكمان تدينا كمية كبيرة بعد ما الزبدة تسيح تماما نضيف عليها نص معلقة ملح ومنزودش الملح عشان المرتة ما تكونش حدقة ممكن نقلب الملح في الزبدة وممكن لا منسيب الزبدة على النار خالص ما بنقلبهاش ولا بنقرب منها نهقي وده شكلها بعد شوية الحلة من تحت لسه منزلش فيها المرتة انا ما بحطش المعلقة فيها خالص بس بوريكم شكلها مفيش حاجة خالص نزلت من الزبدة تحت هنسيبها برضو على النار وبردو ما نقربش منها نهقي بعد مدة هنلاقي شكلها بقى كده اول ما توصل للمرحلة دي تبقى خلاص خلصت ده شكلها الرغوة اللي فوق بقت مقطعة شوية كده ولونها بقى وجني فاتح مش غامق بالشكل ده والمرتة كمان نزلت لتحت شايفين المرتة كلها نزلت لتحت هي كده خلصت خالص بعد كده هنطفي النار ونسيبها تبرد شوية يعني حوالي نص ساعة بعد كده نفضيها في بطرمانات نضيفها يعني مغسولة بمية سخنة ونضيفها خالص ونشفة تماما من المية ويفضل ان البطرمانات تكون زجاج بس لو بلاستيك مفيش برضو مشكلة هنحط مصفة على البطرمان ونفض الزبدة عشان المرتة متنزلش معاها ونحط المرتة في علبة نضيفة ونشفة تماما من المية هي كمان او في طبق هتشوفوا ازاي اتنين كيلو الزبدة عملوا معانا سمنة حوالي كيلو 800 جرام يعني الاتنين كيلو ما نقصوش غير 200 جرام فقط ودي كمان كمية المرتة يعني كمية الزبدة ما نقصدش خالص وده بيدل على ان الزبدة مش مخشوشة ودلوقتي هقولكو على شوية معلومات تقدروا بيها تفرقوا بين السمنة المخشوشة وبين السمنة الاصلية بسهولة وما تضحكش علينا تاني اول حاجة الزبدة الاصلية ملهاش ريحة خالص قبل من سخنها بس بعد التسخين بيكون ريحتها نفازة وكمان هتجيبوا قطعة من الزبدة ونفرقها بادينا لو الزبدة طبيعية ما بتكونش اي تكتلات بس لو مخشوشة هتلاقوا فيها اي تكتلات ودي بيكون منضاف لها دقيق او لبن وطعم الزبدة المخشوشة بيكون في البق زي طعم الدهن الحيواني زي مثلا لو بتاكل كفتة بردة او مثلا طبيق مطبوخ بدهن حيواني بس بارد انما لو اصلية ما بيكونش الاحساس ده موجود ولو حطيت الزبدة الطبيعية او الزبدة الاصلية على النار والنار بتكون هادية جدا بتسيح على طول بس المخشوشة بتاخد وقت وكمان الزبدة المخشوشة بتعمل رغوة كتير وفي حاجة كمان سهلة جدا هاتي قطعة زبدة وقطعيها لو لونها من جوه لونها ابيض فاتح تكون مخشوشة الزبد البقري بيكون لونه اصفر ميل للبرطقاني والزبد اللي هو الجاموسي بيكون ابيض ميل للاخضر نسبة بسيطة جدا بس من جوه المخشوشة بتكون لونها بيضة ومتيجة قطعي الزبدة بتتفتت منك لو مخشوشة انما لو مش مخشوشة بتتقطع قطع يعني بتكون قطع متماسكة لو مخشوشة هتلاقيها متفتتة ودي منضاف لها زيوت مهدرجة او دقيق وكمان هاتي قطعة زبدة ودهنيها على ايدك لو ايدك ما بتلمعش جامد تكون الزبدة دي اصلية لان الجلد بيشرب الزبدة الاصلية انما ما بيشربش الزبدة المخشوشة لان دي بيكون مينضاف عليها سمنة صناعية او زيوت مهدرجة وفي طريقة تانية هاتي كوباية مية وحطي عليها معلقة زبدة وفضلي قلبي فيها حوالي خمس دقايق او عشر دقايق لو الزبدة دابت ولون المية بقى لون الحليب كده الزبدة دي طبيعية بس لو الزبدة مدابتش كده الزبدة دي مخشوشة وبكده نقدر نفرق بين الزبدة الاصلية والزبدة المخشوشة عايز اقول لكم ان الزبدة الجمسي بتيجي من الفلاحين دلوقتي بمية جنيه والزبدة البقري بتمانين جنيه ما تجبوهاش اغلى من كده واهم حاجة تجبوها من حد مضمون طبعا في ناس كتير بتروح المدن بتبيع الجمسي بمية وعشرين والبقري بمية بس هما طبعا بيغلوها جامد بس هي سعرها الاصلي من ارضها الزبدة الجمسي بمية او بتسعين والزبدة البقري بتمانين او مثلا ممكن تزيد شوية تكون بخمسة وتمانين وافضل وقت تشتروا فيه الزبدة هو فصل الشتة عشان فصل الصيف بيغزوا الحيوانات على علف والعلف طبعا كله بيكون صنوعي بس في فصل الشتة بيأكلوهم خضروات زي البرسيم مثلا فالزبدة بيكون طعمها في الشتة احسن من طعمها في الصيف عشان كده اهم حاجة تجيبوا الحاجات دي من حد يكون مضمون شايفين كمية السمنة اللي الزبدة طلعتها قد ايه البطرامانات دي انا كنت شارع فيها مربة المربة بتكون حوالي 900 جرام وكمان فيه كمان فضل يعني فيه علبة كمان حطيت فيها كمان شوية سمنة ودي الحلة الحلة من تحت مش لازق فيها حاجة خالص والمرتة فتحة جدا ودي عشان الطريعة اللي سيحتها بيها وكمان طعم المرتة مش حادق خالص لاني ما حطتش على السمنة وهي بتسيح ملح كتير وعمر ما الزبدة تتحرق منك ولا المرتة تكون غمقة لو سيحتيها على نار هادية بالطريقة دي وكمان النار الهادية ما تخليش السمنة تتبخر وتنقص وكمية هتقل شايفين المرتة كل ما نركنها شوية وتقعد شوية هتلاقيها بتطلع برضو سمنة لسه بتبك او بتطلع منها سمنة ولو سبتوها كمان شوية هتلاقي برضو طلع منها كمان شوية سمنة والحلة كمان نضيفة خالص وده عشان سياحنا الزبدة على الهادي ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وبالهنة والشفى مقدما والسلام عليكم